نها ما يدفع عن سياسات الحكومة وكيكل ينتقد العقوبات على روسيا اس بي او ونيوز يتفقان على منع اتلاف يميني ويختلفان في الالية النمسا مهددة بازمة طاقة بسبب منع اوكرانيا وصول الغاز الروسي النمسا السفلة تصارع لاعادة فتح الطرق بعد اسوأ فيضانات في تاريخها زيادة افلاس الشركات بنسبة 24% في اول 9 اشهر من العام غرفة العمال تنتقد الحكومة لتجاهلها ازمة ارتفاع الاجارات الشرطة النمساوية تعزز فرق الحوار لمواجهة الاحتجاجات مرحبا بكم في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم شاهدة المواجهة بين المستشار قلني هاما رئيس حزب الشعب اوفو بي وهابت كيكل رئيس حزب الحرية اف بيو تبادل هجمات حادة في اخر مناظرة تلفزيونية على قناة او ار اف وركز كيكل هجوم على ادارة الحكومة لجائحة كورونا وصفا بانها مضايقة وانتهاك للحريات فيما اكد نيهمة انها كانت لحماية الارواح وتبادل الانتقاضات حول قضايا البيئة والتوسع الامراني حيث دعا نيهمة للتوازن بين حماية المناخ والنمو الاقتصادي فيما شدد كيكل على سيادة القرارات المحلية واختلفا حول الامن الوطني حيث دعا نيهمة مشروع سكايشيلد بينما اعتبره كيكل خرقا للحياد شهدت المناظرة الاخيرة على قناة او ار اف مواجهة بين رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي سب او اندريس بابلا ورئيسة حزب نيوس بيتمان الريزينجا حيث برزت خلافات حول قضايا التقاعد والحياد وتوافق الطرفان على رفض اتلاف بين حزبي الشعب اوفو بي والحرية اف ب او فيما اكدت مان الريزينجا على اهمية الاصلاحات المستقبلية ووصفت بابلا بالتوجع الرجعي منتقدة خططها الدريبية في المقابل طلب بابلا بفرض ضرائب على الاثرياء وابدأ استعداده للتحالف مع نيوس و ايفو بي وكان الخلاف حول الحياد واضحا اذ اعتبره بابلا اداء مستقبلية فيما شددت مان الريزينجا على ضرورة الشراقة الاوروبية من المتوقع ان تواجه النمسا ازمة طاقة اذ نفزت اوكرانيا تهديدها بعدم تجديد عقد نقل الغاز الروسي عبر اراضيها وتعيد الانتخابات المقبلة الى البلاد النقاش حول الاعتماد على الغاز الروسي خاصة بعد احتمالية فوز حزب الحرية اليميني المؤيد لموسكو وشركة الطاقة في فين تخطط لوقف الاعتماد على الغاز الروسي العام المقبل وسط تحذيرات من ارتفاع تضخم وانكماش الاقتصاد وفي حال توقفت اوكرانيا عن نقل الغاز قد ترتفع الاسعار بنسبة 20% حيث ستواجه لحكومة جديدة ضغوطا كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على الغاز الروسي اعادت ادارة الطرق في ولادة النمسا السفلة فتح نحو 300 طريق بينما لا يزال 84 طريقا مغلقا وسط تحديات كبيرة بعد الفيضانات الاخيرة وتعتبر الاضرار تاريخية من حيث حجم الخسائر وفي مناطق مثل اتسنبروغ لا تزال الاكياس الرملية مرصوصة والمياه تغمر الحقول وصرح يوزف ديكا مدير ادارة الطرق ان الاولوية الان لتراجع المياه وان بعض المناطق لم تبدأ فيها عمليات التنظيف بعد حيث تعاني فرق الصيانة ضغطا كبيرا وتم الاستعانة بفرق من مناطق غير متضررة كما تأخرت اعمال اصلاح الجزور وسط توقعات باستمرار الاضرار لشهور قادمة افادت جمعات حماية الاعتمان بأن الاقتصاد النمسوي الضعيف تسبب في زيادة حالات افلاس الشركات بنسبة 24.6% خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2024 ليصل عددها الى 4895 حالة وشهدت حالات الافلاس الكبرى التي تتجاوز التزاماتها 10 ملايين يورو ارتفاعا كبيرا لتصل الى 55 حالة مع افلاس شركة فيسكا المصنعة للصيرات القهربائية في النمسا باكبر التزامات بلغت 3.79 مليار يورو وارتفع اجمالي التزامات الشركات الى 14.8 مليار يورو بزيادة 683% مقرنة بالعام الماضي ويتوقع الخبراء استمرار هذه الزيادة حيث قد تصل حالات الافلاس الى 6500 حالة بنهاية العام انتقادت غرفة العمال النمساوية الحكومة الحالية مؤكدة انها لم تلتزم بتنفيذ النقاط الرئيسية في برنامج الحكومي المتعلقة بالاسكان والاجارات ووفقا لتوماس ريت رئيس قسم السياسة المحلية والاسكان في نقابة العمال فانه قد تم تنفيذ 6 مشاريع فقط من اصل 46 مخططا لها بما في ذلك عدم تعديل قانون الاجارات او تمويل الاسكان واشارت النقابة الى زيادة العقود المؤقتة وارتفاع اسعار الاجارات والمنازل بشكل ملحوظ مؤكدة ان الحكومة لم تتخذ تدابير لكبح التضخم في هذا القطاع ومن جهة اخرى اشادت بجهود الوقاية من الطرد خلال جائحة كورونا وإلغاء عمولة السماسرة عن المستأجرين عسزت الشرطة النمساوية وجود فرق الحوار خلال المظاهرات والفعاليات بهدف تقليل التوترات ومنع التصعيد وتم تدريب 15 ضابطا وضابطة على مهارات خفط التصعيد ويجرى استخدامهم في فينا مع قطط لتوسيع هذا البرنامج وتقوم هذه الفرق بتدخل لتفادي الاترباط وتصحيح المعلومات الخاطئة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد ولدت هذه المبادرة نتيجة لتجارب الشرطة خلال مظاهرات جائحة كورونا ووفقا لوزارة الداخلية يرتدي أفراد الفرق سطرات زرقاء وقد شاركوا في 12 عملية حتى الآن مع خطط لتوسيحها في جميع انحاء البلاد كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على واتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي أسعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة